موسيقى نفس السمك يعني شايفين نفس السمك أنا بستخدمه هو نفس نوع الخيط حتى لو عندكم بوايق خيوط لازم تكون نفس السمك وتتأكدوا من كده أنا مثلا هنا بشتغل بخيط هيمالايا نفس الخيط ده خدت منه بتلات ألوان دول وهشتغل معاكم النموذج مصغر من الواحدات مع إبرة رقم أربعة مليمتر المشروع ده بالنسبة للمبتدئين سهل جدا جدا وبداية كويسة ده شكل الوحدات طبعا احنا هنشتغل مع بعض طريقة عمل الوحدات وكمان طريقة التشبيك وكمان الحاجة كويسة عشان بقول لكم الوحدات دي كويسة للمبتدئين هي سهلة ما فيهاش لخبطة احنا نشتغل الوحدات لحد النهاية شايفين أنا منكمل الوحدات كلها لحد النهاية مش بنكمل الدور الأخير خلال التشبيك لأ احنا بنخلص الوحدات لحد النهاية بالشكل ده وبعد كده بنشبك الوحدات أي أن كان بقى هنشبكها بقى نهي غرزة هنشبكها مع بعض دلوقتي وهتشوفوا التشبيك هيبقى تشبيك نظيف ومنظم جدا جدا وان شاء الله لو اشتغلتوا المشروع ده هتتعملوا عمل مختلف وهتبقوا مبسوطين به يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله انا هستخدم معاكم اللون ده يعني انا اخترت اللون الفاتح نشتغل به طبعا بتنصكوا الالوان بتاعتكم باشتغل عقدة البداية طبعا انا ببتدي اكون حلقة اشتغل جواه ايدي عقدة البداية وسلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل هكون منهم حلقة صغيرة بروح هنا على سلسلة رقم واحد بدخل وبسحب الخيط وبسحبه من الحلقة التانية يعني باشتغل جرزة منزلقة وادي الحلقة اللي هشتغل فيها بارتفع تلات سلاسل هتبرهم اول عمود بلف وطبعا شغلي جوه الحلقة هشتغل هنا اعمدة بلف بدخل وباشتغل عمود بلف بالشكل ده ده كده العمود رقم اتنين العمود رقم تلاتة والعمود رقم اربعة وبكمل بنفس الطريقة كده اعمدة بلفة انا عايزة اشتغل ستاشر عمود بلفة وطبعا الخيط بتاعي البداية واخدام عاية تحت الاعمدة وخلاص كده اشتغلت ستاشر عمود ادي اول تلات سلاسل اعتبرتهم عمود بروح هنا على السلسلة التالتة بدخل طبعا علشان نقفل الدور واحد اتنين تلاتة بدخل في الحلقة رقم تلاتة وباشتغل جرزة منزلق وكده قفلت الدور الاول اعمدة بلفة بارتفع للدور الجديد تلات سلاسل وهتبرهم عمود بلفة فوق العمود ده وسلسلة فاصل يعني انا ارتفعت اربع سلاسل ولف الخط على الابرة وعلى العمود اللي بعده على طول باشتغل عمود بلفة يبقى كده انا هشتغل عمود سلسلة عمود ويدي العمود اللي بعده باشتغل طبعا سلسلة فاصل وعمود سلسلة فاصل وعمود ايدي سلسلة فاصل وعلى العمود اللي بعده على طول باشتغل عمود يعني هيبقى عندي المجموعة في الدور ده ستاشر عمود بلفة وما بين كل عمود والتاني سلسلة فاصل هتلاقوا شغلنا في الوحدات دي كل دور اسهل من التاني هكمل الدور بنفس الطريقة كده سريعا هكمل الستاشر عمود وهرجع لكم وخلاص اشتغلت ستاشر عمود ودايما بقول لكم ما ننساش في النهاية السلسلة الفاصل قبل ما بنقفل الدور او ايا كان الفاصل اللي بنشتغله ايا دي السلسلة الفاصل اشتغلتها قبل ما اقفل طبعا ايا دي اول 3 سلاسل خلاص اللي كنت اعتبرتهم عمود بعد بدخل هنا في السلسلة رقم 3 وباشتغل غرزة منزلقة وكده قفلت الدور رقم 2 برضو الدور اللي جاي هيبقى عبارة عن اعمدة بارتفع 3 سلاسل وبعتبرهم عمود بلفة فوق العمود وبدخل هنا على الفراغ باشتغل 2 عمود بلفة جوه الفراغ هاي العمود التاني وبكمل شغل فوق العمود اللي جاي فوق العمود هنا على طول بدخل وباشتغل عمود بلفة وفي الفراغ اللي بعده بدخل واشتغل 2 عمود بلفة يعني شغلنا في الدور ده عبارة عن عمود بلفة هنا فوق العمود وفي الفاصل باشتغل 2 عمود بلفة وفي الفاصل باشتغل 2 عمود بلفة او الشكل ده 2 عمود بلفة وبكمل بنفس الطريقة كده بدخل طبعا تحت حرف LV وفي الفاصل باشتغل 2 عمود هكمل بنفس الطريقة كده الدور وهرجع لكم في نهايته وخلاص خلصت الدور كونت طبعا الشكل بتاع الدايرة دي اخر عمودين في الفراغ وبقفل هنا الدور السلسلة التالتة من اول 3 سلاسل من الدور اللي جاي هنبتدي نمهد لتكوين شكل المربع في نفس المكان ده اللي قفلت فيه بارتفع سلسلة واحدة بدخل برضو في نفس المكان باشتغل اول غرزة حشو او الشكل ده غرزة حشو وباشتغل 10 سلاسل طبعا بنمهد لشكل المربع ده هيبقى اول ركن فيه عندي اربع اركان او زوايا للمربع 10 سلاسل طبعا متأكدين من عدد الاعمدة كويس انا هنا فوق العمود ده او الثلاث سلاسل يعني بفوت واحد اتنين وبروح للعمود التالت وباشتغل لغرزة حشو يعني بفوت عمودين بس وبرجع تاني باشتغل ثلاث سلاسل انا دلوقتي كده شنغالة في الجانب لسه ما وصلتش للزاوية التانية وبفوت عمود والتاني وبروح للعمود التالت وباشتغل غرزة حشو او بالشكل ده وباشتغل هنا خمس سلاسل وبرجع تاني بفوت عمود والتاني وبروح للعمود التالت وباشتغل غرزة حشو وكده خلاص انا بقفل اول جانب عندي باشتغل تاني تلت سلاسل وفوت عمود والتاني واروح للتالت يعني الجانب عبارة عن فاصل تلت سلاسل وخمس سلاسل وتلت سلاسل هو ده شكل الجانب او الجانب انا كونته بعد الزاوية هكون الزاوية التانية هرجع تاني اشتغل عشر سلاسل وبرجع تاني بنفس التكرار فوت عمود والتاني واروح للتالت وباشتغل غرزة حشو وبامشي بنفس الطريقة كده طبعا برجع تاني للفاصل تلت سلاسل ومرة خمس سلاسل وبرجع تاني تلت سلاسل هكمل بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور وهرجع لكم نبدأ في الدور اللي بعده خلاص خلصت الدور مشيت بنفس الطريقة طبعا انتو لو شغلين عدد الاعمدة وعدد الاعمدة مصبوط الدور هيقفل معنا صح ايدي الاركان والجوانب تلاتة خمسة تلاتة وبنمشي بنفس الطريقة كده فضلي اخر جزء اللي هو التلت سلاسل الفراغ ايدي تلت سلاسل وطبعا لازم يتبقى عندي في النهاية عمودين فقط لان انا هنا بروح على اول غرزة حشو انا اشتغلتها وباشتغل غرزة منزلقة بدخل تحت حرف الفي وباشتغل غرزة منزلقة وكده خلاص قفلنا الدور بدأنا في تكوين شكل المربع بدخل هنا في اول فراغ يقبلني باشتغل غرزة منزلقة لاني هبدأ اشتغل من هنا بارتفع تلت سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلف انا عايز اشتغل هنا خمس اعمدة انا كده اشتغلت العمود الاول هكمل على تلت سلاسل دول اعتبرتهم عمود هادي كده العمود رقم اتنين تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة او الشكل ده اشتغلت خمس اعمدة بلفة وفاصل عندي تلت سلاسل وهشتغل كمان خمس اعمدة بلفة في نفس الفراغ اللي هو العشر سلاسل ودي العمود التاني ثلاثة اربعة والعمود رقم خمسة او الشكل ده اشتغلت على اول زاوية عندي خمس اعمدة تلت سلاسل خمس اعمدة مباشرة هروح على اول فراغ اللي هو فراغ التلت سلاسل بدون اي فاصل وباشتغل جرزة حشو بروح للفراغ اللي هو فراغ الخمس سلاسل وباشتغل سبع اعمدة بلفة هذه العمود الاول بدون اي فاصل احنا بنتنقل من الفراغ للتاني اتنين وهذه العمود التالت اربعة خمسة العمود رقم ستة واخيرا العمود رقم سبعة ماشي بنفس التكرار بروح على الفراغ اللي بعده اللي هو التلت سلاسل وباشتغل جرزة حشو وبعد كده بتنقل الزاوية التانية وبكرر بنفس الطريقة يعني انا على طول هنا بدخل في الزاوية واشتغل الاعمدة على طول باشتغل الخمس اعمدة وما نريحش ادينا زيادة عن اللزوم في الدور ده علشان شكل المربع يطلع متساوي يا دي الخمس اعمدة طبعا علشان لما نيجي نشتغل الدور اللي جاي الاعمدة تبقى مزبوطة وبكمل بنفس الطريقة بعد الفاصل التلت سلاسل باشتغل كمان خمس اعمدة شغلة اعمدة سهلة جدا بدون اي فاصل بنتنقل من الفراج للتاني وبنمشي بنفس الطريقة كده برجع طبعا اكرر نفس اللي عملته بروح هنا على فراج التلت سلاسل باشتغل غرزة حشو مباشرة بروح على فراج الخمس سلاسل باشتغل سبع اعمدة بلفة وبامشي بنفس الطريقة كده سريعا انا هشتغل الجزء ده وخلاص قفلت الدور اشتغلت هنا السبع اعمدة وبعد كده غرزة حشو في الفراج الاخير بقفل هنا في السلسلة رقم 3 فاكرين اول 3 سلاسل ارتفعت بيهم باشتغل غرزة منزلق وانا هرتفع 3 سلاسل باعتبرهم عمود وسلسلة 2 3 4 5 5 سلاسل دول هيبقوا فاصل يعني ارتفعت 8 سلاسل وعلى طول بروح هنا على الفراغ باشتغل غرزة حشو او بالشكل ده و3 سلاسل فاصل وفي نفس الفراغ اللي انا فيه باشتغل كمان غرزة حشو كونت الفراغ الصغير ده وبرجع تاني الفاصل 5 سلاسل وبروح على غرزة الحشو شايفين غرزة الحشو اللي جاية اللي اشتغلناها ما بين الفراغ والتاني باشتغل هنا عمود بلف بدخل تحت حرف الفي وباشتغل عمود بلفة وباشتغل فاصل 3 سلاسل هنا عندي 7 عمدة بعد 1 2 3 واروح للعمود الرابع واشتغل غرزة حشو وكمان 3 سلاسل وفوق غرزة الحشو اللي هتقابلني الغرزة دي بدخل وباشتغل عمود بلفة وبعد كده باشتغل الخمس سلاسل بنكرر تاني طبعا نفس الشغل وهنا في الفراغ باشتغل جرزة حشو و3 سلاسل اكون منهم فراغ صغير وفي نفس الفراغ هنا بدخله باشتغل جرزة حشو والفاصل 5 سلاسل وعلى جرزة الحشو هنا اشتغل عمود بلفة هنا في الورزة دي و3 سلاسل فاصل واروح على السبع عمودة واحد اتنين تلاتة واروح للعمود الرابع واشتغل جرزة حشو وامشي بنفس التكرار ثلاث سلاسل وعلى جرزة الحشو اشتغل عمود وبكمل بنفس الطريقة كده وخلاص كده زي ما انت شايفين الواحدة خدت شكل المربع فاضلي بس الدور الاخير اللي هو الدور اللي جاي هكمل وخلاص خلصت الدور الدور كل عبارة عن سلاسل ادي اخر 3 سلاسل طبعا هنا هروح على اول 3 سلاسل انا اعتبرتهم عمود انا كنت ارتفعت 8 سلاسل شايفين بعد 1 2 3 وبادخل في السلسلة التالتة وباشتغل غرزة منزلقة كده مظبوط عندي ارتفعت 3 سلاسل و5 سلاسل فاصل في البداية طبعا بتنقل لاول فراغة يقابلني شايفين الفراغ اللي جايدة بتنقل طبعا بغرزة المنزلقة لاني هبدأ شغلي من هنا ومن هنا بارتفع 3 سلاسل بعتبرهم اول عمود وفي الفراغ ده هشتغل كمان 4 اعمدة يعني في فراغ الخمس سلاسل باشتغل 5 اعمدة بلف 3 ودي العمود الرابع والعمود رقم 5 يبقى كده اشتغلت 5 اعمدة فوق الخمس سلاسل العدد مظبوط 5 اعمدة هروح دلوقتي على الفراغ الصغير ده المكون من 3 سلاسل وهشتغل زي ما اشتغلت في البداية هشتغل 5 اعمدة بلفة فوق فراغ الخمس سلاسل ودي العمود التالت والعمود الرابع والعمود رقم 5 الدور ده سهل جدا نركز بس في العدد واحنا شغالين طول ما احنا شغالين نعد اهو شايفين الجزء ده وهنا انا هفوت العمود ده مش هشتغل علينا شغلي في الفراغات فقط هفوت العمود وهروح هنا على الفراغ هو اشتغل عمود بلفة اتنين تلاتة اهو تلاتة اعمدة بلفة وعلى الفراغ اللي بعده هشتغل برضو تلاتة اعمدة بلفة طبعا الفراغين نفس عدد السلاسل هرجع تاني لفراغ الخمس سلاسل هكرر وهشتغل عليه خمس اعمدة بلف او بشكل ده خمس اعمدة وتاني هرجع على الفراغ الصغير ده المكون من تلاتة سلاسل اه وهشتغل طبعا الركن التاني او الزاوية التانية تلاتة اعمدة اهو تلاتة اعمدة وتلات سلاسل فاصل وكمان تلاتة اعمدة عايز اقول لكم ان الدور ده على قد ما هو سهل على قد ما هو مهم جدا في عدد الاعمدة لان ده طبعا الدور اللي احنا بنشبك من عنده فده دور مهم جدا لو زودنا عمود او نقصنا عمود هيفرق كتير وهيخلي الشكل معموج واحنا بنشبك الوحدات انا هسيبكو دلوقتي وهكمل بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور شغلي على الفراغات فقط يعني مش باشتغل فوق جرزة الحشوة او العمود على الفراغات بس سريعا هكمل وهرجع لكم نشوف شكل الوحدة وكمان نقصها مع بعض ودي شكل الوحدة بعد ما خلصت اخر دور فيها ده بيبقى الشكل عندنا اشتغلت تلت اعمدة وهروح هنا فوق اول ثلاث سلاسل اللي اعتبرتهم عمود من ضمن اول خمس اعمدة وهقفل الدور وكده خلاص خلصت شغل الوحدة طبعا انا بشتغل الوحدات كلها بنفس الطريقة كده لحد الدور الاخير وبنشتغل طبعا اي عدد احنا عايزينه من الوحدات على حسب مشروع الكروشيه اللي بنعمله هنضف الخيط سريعا وخلاص اتخلصت من طرف الخيط بتاعي النهاية وده شكل الوحدة نقيس الوحدة مع بعض الاول اهو شايفين يعني عدد تلتاشر سنتي تلتاشر سنتي ونص ده مقس كويس جدا للوحدة تلتاشر في تلتاشر يعني الوحدة تعتبر متوسطة ودي الوحدات اللي انا اشتغلتها هنشبكها دلوقتي مع بعض بطريقة سهلة جدا عندي هنا الاربع وحدات دول طبعا يعني على اعتبار ان احنا عندنا وحدات كتير هنشوف ازاي دلوقتي نشبك الوحدات بالطول وبالعرض هستخدم نفس اللون ده اللون البني وممكن نستخدم اي لون تاني نحبه في تشبيك الوحدات هشبك الجزء ده وكمان الجزء ده بنمشي طبعا بالطول وبالعرض ناخد معانا كل الوحدات هشبك بورزة الحشو هبدأ من اي فراغ من هنا وش الوحدات طبعا هو اللي قدامي بجيبي الوحدتين على بعض بالشكل ده وبدخل هنا في الفراغ من جهزة طبعا اللون التاني معايا وبسحب الخيط بالشكل ده وبرتفع سلسلة واحدة ده البداية عندنا وفي نفس الفراغ بندخل وبنشتغل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس دلوقتي انا هشبك زي ما قلتلكو عن طريق غرزة الحشو عندنا طبعا عدد الاعمدة متساوي في الجانبين دي اهم حاجة بدخل كده على اول عمود تحت حرف الفي وبروح للعمود المقابل لي يا دي التلات اعمدة بروح للعمود رقم واحد باخد الخيط معايا لفتين باطلع من اللفتين باشتغل يعني غرزة حشو انا كده شغالة في الزاوية لسه يا دي العمود رقم اتنين بدخل برضو للعمود رقم اتنين شغلي تحت حرف الفي واخد الخيط لفتين وباطلع من اللفتين شدت ادينا تبقى واحدة في كل الغرز بدخل كده في العمود تحت حرف الفي ودي العمود المقابل لي واسحب الخيط واطلع من اللفتين ونمشي بنفس الطريقة طبعا مش هيبقى فيه لخبطة لو احنا ماشيين صحي من البداية عدد الاعمدة متساوي في الجانبين هندخل كده من العمود للعمود التاني ونشتغل غرزة حشو يعني كل ما نشتغل اربع خمس اعمدة نبص على شكل الاعمدة ونشوف شكل الغرز مظبوط ولا لا اشتغلت هنا مثلا اهو كام عمود نشوف كده شكل الغرز مظبوط لازم طبعا التشبيك بغرزة الحشو في النهاية يدي شكل مستقيم تماما زي المصدر وهنشوف دلوقتي الشكل هتطلع ازاي مظبوط معانا في النهاية بالطول وبالعرض هكمل بنفس الطريقة نزبط طبعا وش الوحدات هو اللي يبقى ظاهر والجزء الداخلي هو اللي يبقى مقابل لبعضه ادي الاعمدة العمود وادخل في العمود المقابل ليه واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة كده لحد ما هوصل للزاوية وهرجع لكم خلاص وصلت لحد الزاوية عايزين نتناش بيه كيبقى مظبوط بالشكل ده في الجزء بتاع الزاوية بنشبك بغرزة حشو واحدة بس انا هنا معايا وحدتين او مربعين وصلت هنا للزاوية بامشي بنفس الطريقة بادخل هنا على الزاوية وعلى الزاوية المقابلة ليها في الوحدة الوحدة التانية وباخد الخيط وباشتغل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس طبعا بما اني دلوقتي هنقل على واحدتين كمان دول خلاص الواحدتين دول شبكتهم مع بعض شبك معهم الواحدتين اللي بعدهم وبعد كده طبعا بناخد بقية الوحدات وحدتين وحدتين لحد ببنخلص الصف كله ده نموذج مصغر كده بيوصل لكم الفكرة بحيث ان انتوا تقدروا تعملوا حتى لو هتوصلوا المفرش سرير ودي الواحدتين التانين وش الواحدات هو اللي ظاهر والظهر هو الجزء الداخلي ايه دي الفراغين مقاملين لبعض بشد الخط كويس في الجزء ده علشان ما يبقاش فيه فراغات بين الواحدات وبادخل كده وباشتغل جرزة حشو علشان الواحدات ما تبقاش بعيدة عن بعضها ويبقى فيه فراغات شكلها مش حلو وبامشي بنفس الطريقة الاعمدة قدامي اهي اول اعمدة بتاعت الزاوية بدخل في العمود الاول واروح للعمود الاول المقابل لي يعني هو اللون غامق بس العمود واضح ادي اول عمود شبكته في اول عمود واروح للعمود التاني وبامشي بنفس الطريقة ادي العمود التاني بدخل تحت حرف الفي وروح لطول على العمود المقابل لي باخد الخيط وباشتغل ورزة حشو والعمود التالت ايدي العمود التالت بدخل تحت حرف الفي واخد الخيط واشتغل ورزة حشو وهكمل زي ما بدأت تشبيك اول وحدتين اهو شايفين هو ده الشكل اهم حاجة بس وحنا بننقل من وحدتين الواحدتين نبقى شدين الخيط كويس هكمل بنفس الطريقة اه لحد الزاوية التانية لحد الجزء ده وهرجع عليكم نقفلوا مع بعض خلص وصلت للنهاية بتاعت الواحدتين التانين طبعا انا توقفت الحد كده لو طبعا عندنا عدد اكبر منه الواحدات بنمشي بنفس الطريقة ناخد وحدتين وحدتين احنا بنشبك دلوقتي عن طريق غرزة الحشو وصلت هنا خلاص للنهاية شبكت كل العمود في العمود المقابل ليه ولما بنوصل هنا في النهاية عند الزاوية كل اللي بنعمله ان احنا بنشتغل غرزة حشو واحدة بس بندخل كده في الفراغين ونشتغل غرزة حشو وطبعا خلاص كده خلصنا شغل يعني لما بنوصل لحد اخر مشروع الكوريشي اللي احنا بنعمله شبكنا كده خلاص بالعرض تعالوا نشبك من الجزء التاني نلف كده الواحدات ونرجع تاني نشبك عن طريق غرزة الحشو من البداية طبعا انا هشبك هجيب خيط تاني وهبدأ من نفس الزاوية من على الطرف وش الواحدات زي ما انت شايفين هو اللي قدامنا بالشكل ده معايا نفس الخيط بمسك الواحدات كده بدخل في الفراغ وهرجع تاني اسحب طرف الخيط اه بالشكل ده بدخل في الفراغين وبسحب طرف الخيط وبرجع تاني اشتغل سلسلة وهنفس الفراغ بدخل كده بعدي الفراغين وباشتغل غرزة حشو وبمشي بنفس الطريقة اللي بدأت بيها شبك كل عمود في العمود المقابل ليه الاعمدة واضحة والعدد مزبوط لحد ما هوصل للزاوية خلاص يعني اختصارا للوقت هي نفس الخطوات ان عملتها بالزبط شبكت كل عمود في العمود المقابل ليه وصلت هنا للزاوية هبتدي اشبك يا دي اول عمود في التلاتة والعمود التاني شايفين هنا بقى الواحدات مقفولة فنخلي بنى ندخل صح في العمود يا دي العمود المقابل ليه واشتغل كرزة حشو ويا دي العمود التالت بدخل فيه والعمود المقابل ليه يعني هو الواحدتين مقفولين على بعض بس احنا مش عايزين نشد زيادة عن اللزوم زي ما الواحدات مقفولة بنشتغل اهو الشكل ده كده خلاص اشتغلت على العمودة واتي الزاوية هي اللي قدامي وهنقل كمان على الزاوية اللي بعدها ناخد بنى كويس قوي من الخطوة دي انا بدخل هنا في الفراغين وباشتغل جرزة حشو جرزة حشو واحدة بس مباشرة بنقل على الفراغ التاني بتاع الواحدتين المقابلين لبعض وبرضو باشتغل جرزة حشو دي الطريقة اللي بنشتغل بيها بننقل من الواحدتين للواحدتين بعد كده الشغل الباقي عادي ايدي تلات اعمدة بدخل في العمود الاول وبعد كده بدخل في العمود الاول المقابل ليه باخد الخيط واشتغل جرزة حشو وادي العمود التاني واشتغل جرزة حشو والعمود التالت سريعا كده ودي العمود المقابل ليه وباشتغل جرزة حشو نشوف كده الشكل احنا كده قفلنا الواحدات على بعضها ده الشكل النهائي بتشتغله زي ما انا اشتغلت كده بنعدي من الفراغ للفراغ لغرزة حشو واحدة في الفراغ وما نحاولش نشد الخيط زيادة عن اللزوم الشكل مظبوط من غير ما شد ولا اي حاجة انا هكمل دلوقتي لحد ما هوصل للزاوية التانية وده هيبقى الشكل النهائي للتشبيك بتمشو بنفس الطريقة كده بننقل من الواحدتين للواحدتين بغرزة حشو هكمل لحد ما هوصل للزاوية وهرجعلكم خلاص خلصت الجزء بتاع التشبيك شبكت معاكم بالطول وبالعرض ايا كان بقى عدد الوحدات اللي هنشتغلها وهنا لما بنوصل عند الزاوية التانية كل اللي بنعمله بعد ما شبكنا الاعمدة في بعضها بدخل في الزاوية وبشتغل كرزة حشو واحدة بس وطبعا سلسلة في النهاية وبننهي الشغل لما بنوصل طبعا لنهاية عمل الكروشيه بعد ما شبكنا الوحدات كلها وممكن كمان تشتغل الوحدات دي باربع او خمس الوان يعني التنوع في الوحدات دي بيبقى جميل جدا بيدي شكل اجمل انا اشتغلت هنا بثلاث الوان بس وطبعا الشغل اللي على الاطراف ده حاجة ترجعلكم حابين تشتغلوا بغرز اعمدة غرز حشوة او منزلقة او تشتغلوا غرزة على الاطراف اي غرزة تانية بس طبعا هو مش محتاج هو الشغل بعد ما بنشبك الوحدات كل اللي محتاجه تأفيل فقط يعني هو الشغل عايز يبقى شغل نظيف ومنظم وفي النهاية محتاجين بس نقفله بالغرزة اللي نفضلها غرزة كده بسيطة غرزة حشو مثلا او نص عمود يارب تكون الغرزة عجبتكم والوحدات شيكو جميلة نقدر نعمل منها عمل كروشيه مختلف وكده خلصنا الفيديو بتاعنا واسككم في رعاية الله